موسيقى ناقص خطر لتنبيه المسؤولين وتنبيه المواطنين وتنبيه الناس جميعا على أن هذا الأمر فيه من الخطورة ما فيه دينا ودنيا أولا أنا ربما قرأت بعض البحوث حول هذا الذي يدعى الراقي في بركان وأظن أنه إن صح ما قرأته فهو لا علاقة له لا برقيا ولا بهم يحزنون إنما هو يشتغل في أشريطة البورنو في بلجيكا أظن وهو يعني جاء إلى بركان من أجل هذا الغرض نفسه بمعنى أنه اتخذ هذا الوكر للرقيا من أجل استجلاب الفتيات والنساء ومن أجل استمالتهن إلى هذا الوكر الفاسد وممارسة الجنس عليهن وتصويرهن في المشاهد المخلة من أجل بيع هذه الأشرطة إلى الجهات الفاسدة في أوروبا لكن في الواقع أنا قلت آنفا بأنه لا يجب أن نعمم فهناك أناس صالحون وإلا فقد يحدث مثل هذا في عيادة طبية مثلا فلا يمكن أن نحكوم على جميع العيادة الطبية وأن نأمر بإغلاقها لم لا يمكن أو في مكتب من المكاتب أو في معمل من المعامل أو يقوم إذا قام بهذا العمل واحد ينتمي إلى حرف أو مهنة معينة فلا ينبغي أن نغلق لذلك لا نعمم هناك من الناس من يرقي فعلا بطريقة شرعية أنا أتصور أن الإنسان المخدر المرأة المغتصبة المخدرة لا تشارك المجرم في العملية في العملية الجنسية لا تشاركه بتاتا إدها مرخيين عينها مقلوبين يعني لا تشارك في أي شيء كأنها كأنها دمية لكن أن تشارك الفتاة شاركها في الزنا وفي الفاحشة بكل تفن وبكل أريحية وبكل كذا فلا أظن أن هناك شيئا من هذا التخدير أبدا الحقيقة عن الحديث عن الرقية الشرعية والرقاه الشرعي بين قوسين وحديث يمتزج بنوع من الألم لأنه أولا لا يعرف في تاريخ الإسلام ولا في سلف هذه الأمة شيء اسمه التفرغ للرقية الشرعية بمعنى أن السلف لم يكن أحدهم يتفرغ لهذه الرقية الشرعية بين قوسين هذه الشرعية دائما بمعنى أن الامتهان والاحتراف وفتح محلات ووضع لكارتفزيت بطاقة الزيارات وسكرتارية وكاتبة ومواعيد وحصص وما إلى ذلك هذا الأمر غير معروف في تاريخ الأمة أمر جديد نقطة ثانية أن الرقية الشرعية بمعنى الكلمة هي في متناول كل مسلمين ومسلمة باعتبار أن الرقية معنى أن تقرأ الفاتحة أن تقرأ المعوذتين أن تقرأ سورة الإخلاص آية الكرسي بعض الآيات وأن تدعو ببعض الأحاديث الصحيحة الوارد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وهذه هي الرقية الشرعية وبمعنى آخر أن هذه في متناول كل المسلمين ومن ثم فأنا أعجب لمسلم هو راق بطبعه طلاقا من دينه يذهب إلى آخر ربما يكون أقل منه علما ومعرفة ودراية وما إلى ذلك النقطة الثالثة أن الرقية الشرعية ثم تكون هناك امرأة في هذه العيادة لهذه الرقية الشرعية بين قوسين وما هي بشرعية فتكون هناك خلوة هذه الخلوة تنفي عن هذه الرقية صفة الشرعية أن يكون هناك لمس بالأيادي وربما أكثر فالتي تذهب عند راق بدون محرم وتختلي به وتكون أو تتحمل نصيبا من الإثم ونصيبا مما يمكن أن يحدث لا قدر الله إذن هذه النقطة النقطة الرابعة وأنا لا أعمم أن هناك فعلا من يتخذ هذه الرقية يعني كمساعدة مالية له عمله له شغله ولا يشتريط ولا 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 يختلي بمرأة ولا يمسها ولا أغير ذلك فهؤلاء لا أتحدث عنهم بارك الله فيهم جزا الله عننا خير لكن أتحدث عن العصابة بل عصابات متعددة لأنها أحيانا تجد محل الرقية وما هو بمحل الرقية تجد عناصر آخرين هناك من يقوم بالدعاية هناك من يقوم بالتزيين بل بلغني أن هناك من يقول بالتمثيل أصبحوا ممثلين بارعين للدرامات بحيث يأتون بصديق لهم بشريك لهم ويمثل أن به مسا من الجن وكذا ثم يأتي الراقي يقرأ عليه كذا ثم يخرج هذا الجن وما شاء الله ويروج ذلك عبر اليوتيوب وما إلى ذلك ليهم الناس أن فعلا هذا الراقي له باع طويل في هذا الميدان فهذا نصب وأقولها بملء فيه هذا نصب واحتيال على الناس يتحمل مسؤوليته هؤلاء بين قوسين الرقاه أنفسهم وأيضا هناك نصيب من المسؤولية لشريحة هامة من المواطنين الذين يجهلون هذا الأمر فيقعون في شركي وفي شباكي هؤلاء فلا يمكن أن نغتر لحية هنا وقمص أبيض هناك وثم مصحف وعود الآراك وما نعرف ياش ثم بعد ذلك لنهم الناس أننا فعلا روقاهما إلى ذلك ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا